ترجمة نانسي قنقر 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 وامير توفيق ويرى مرتضى منصورا خطوة امام عشور تستهدفه للنيل منه شخصيا وتغيين موقف الجماهير وواصل حديثه هدية الى محمود الخطيب امام عشور كما حدث مع محمود عبد المعيم كهربا وطلب مرتضى منصور جماهير الفارسل عبيض باغلاق صفحة ازمة امام عشور وتركز على مواجهة القمة ضد الاهلي والتي تعد بطولة خاصة فيديو مثل للجدل لشقيق امام عشور ويبقى السؤال كشف التقارير الصحفية الدنماركية اليوم الاثنين حقيقة انتقال امام عشور لعب الزمالك السابق الى غريم الاهلي كذلك الاعلان عن ضمامه بشكل رسمي بعد الاتفاق مع فريقه ميتيلاند الدنماركية واكدت صحيفة طابلات الدنمارك للملعب ومن ثم سيكون التركيز على ضم مهاجم اجنبية وبسبب ضيق الوقت اتفق جميع الاطراف على عقد جالسة اخرى مطولة عقب حسم الدور بشكل رسمي لحسم موقف باقي الصفقات والمراكز التي تحتاج للدعم وكذلك ملف المعارين والراحلين موقف الاهلي من ضم بوبو بعد حسم صفقة امام عشور كشف الاعلام احمد شوبير موقف النادي الاهلي من التعقد مع لعب وسط فريق فيوتر محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقال نجم الاهلي السبق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب اونتايم المدعو على قناة اونتايم سبورتيس الاهلي يبدو انه اخذ الخطوة الى الخلف خصوص صفقة محمد رضا بوبو لاعب فيوتر خاصة في ظل تأخر النادي الاحمر في ضم اللعب واقتراب انتقال امام عشور الى الفريق الاحمر خلال الساعة وضف شبير مارسيل كولر المدير الفني للمارد الاحمر متمسك بضم محمد رضا بوبو لكن ادارة الاهلي وضعت سقفا ماليا محددا للتعاقد مع محمد رضا بوبو وفي حالة رفض العرض المالي المقدم من الاهلي الى جانبين الى الفيوتشر لضم بوبو فالاهلي سيرفض وبشكل قاطر ضم اللعب شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري هاجم الاعلام سيف زاهر باهر المحمدي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيل بسبب اعتدائه على محمد هاني ظاهر ايمن النادي الاهلي خلال مباراة الفريقين في بطولة الدور الممتاز وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضية انتيم سبورتيس باهر المحمدي لعب كبير وهناك حالة عصبية كبيرة لدى لعبي الاسماعيلي خلال مباراة الاهلي واضافة باهر المحمدي رد على جمهر الاهلي الاسماعيلي مش هينزل الملعب ما بيحتاجش العصبية دي الملعب في توقيت ده محتاج الهدوء وده المفروض اللي بيعملوا باهر لانه كابتن الفريق وتابع في الاول شرط الموضوع هزار باهر لعب كبير عندما ذهب له محمد هاني تحدث معه بصرف النظر عن الكلام اللي بتكلمه مع بعض بس ما ينفعش يبقى في مدئيز بالشكل ده ما ينفعش يبقى في حالة عصبية بالشكل ده ما ينفعش يتصدر مشهد بالشكل ده شاءت تصريحات محمد عبد المنعم بعد الرحيل الى اتحاد جد بعد مباراة الاتحاد السكندري راصدت عدسة فيتو مشاجرة بين محمد هاني الظاهر وإيمن الناد الاهلي وباهر المحمد قادل إسماعيلي ودخل لعبا في شجار بعدما توجه لعب درويش بالرد على جمهر الناد الاهلي أثناء المباراة وتوجه هاني لعب الأحمر لللاعب وحدثت المشادة التي نتج عنها حصولا كل من اللاعبين على بطاقة صفراء وفاز الناد الاهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب برج العرب الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامن عشر من منافسات بطولة الدور المصري الممتاز للموسم الحالية وكشف الإعلام إبراهيم فاي عن موقف الناد الاهلي من التعاقد مع امام عشور لعب خط وسط الفريق الأول كرة القدن بنادي ميتلاندا الدنماركية خلال فترة الانتقلة الصيفية الجارية وقال إبراهيم فاي في تصريحات ببرنامج مور التالي الذي يقدمه عبر فضية أون تايم سبورتس 2 هناك انقسام شديد داخل اللجنة الفنية بالناد الاهلي بشأن التعاقد مع امام عشور والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع الزمالك من ظلم واضح للجميع لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي